السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم معلومات مباحثة سنقدم لكم في هذا الفيديو الثامنية من أغرب الأسلحة المبتكرة التي صنعت عبر التاريخ جميعها تبدو بريئة وادوات عادية مسدس أحمر الشفاء تعرف على السلاح الذي اطلق عليه اسم قبلة الموت صمم هذا السلاح أثناء الحرب الباردة على يدعو ملاء من المخابرات السوفيتية كي جي بي على شكل أحمر شفاء عادي وذلك لكي تحمل فتاة السوفيتية نفسها وتتمكن من اطلاق رصاصة واحدة من عيار 4.5 ملي متر الفئران متفجرة خلال الحرب العالمية الثانية ابتكر مسؤول التنفيذ لعملية خاصة في بريطانيا خطة ذكية لتفجير صفوف العدو عبر إخفاء جثثي فئران متفجرة داخل أكوام الفحم الألماني حيث افترضوا أن العدو سيقوم برمي جثث هذه الفئران عند رؤيتها في النار للتخلص منها فتنفجر تمكن الألمان من كشف هذه الخطة وصادرت أول شحنة من هذه المتفجرات وقامت بتنبيه وحداتها العسكرية في البلاد من هذه الحيلة القفاز القاذف لللهب قام الهاوي بالأسلحة سيبرانية باتريك بريني بتصميم قاذفة اللهب اليدوي هذا مستخدما أربع بطاليات ليثيوم آيون فقط والمركب الغازي بيوتان ورقاقها كهربائية ومحولة لإطلاق النار مباشرة من راحة اليد لو صنع هذا السلاح خلال فترة الحرب الباردة لدخل التاريخ مسدس المظلة شعر الكاتب المنشق البلغاري جورج ماركوف قبل يوم من وفاته في عام 1987 في لندن بوخز في فخده وعندما نظره الأعلى رأى رجلا يعبث بمظلته لتفتح لكن كانت مفاجأة عندما أطلقت هذه المظلة سهما منيئا بسم ريسن وهو بروتين شديد سمية بفوق سمية أفع الكوبرا بمرتين سمي ماء السهم كي يذوب عند أصابة الهدف جراء درجة حرارة جسم وبالتالي ينتشر السم في مجرى الدم الشوكولاتة المتفجرة لم يكن رئيس وزراء البريطاني وينستون تشرشيل من شد معجبين بالنزيين كم أن النزيين بدلوا هذا الشعور وقد شار خطاب كتابه اللورد فيكتور روتشيلد وهو ضابط مخابرات البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية إلى أن أحدهم حاول اغتيال وينستون تشرشيل بالشوكولاتة المتفجرة حيث كتابة تلقينا معلومات تفيد أن العدو يستخدم نوع معين من ألواح الشوكولاتة الصلبة ويفخخها بوضع مواد متفجرة بداخلها بحسن حظنا تمكننا من اكتشاف قنابل الحلوة هذه قبل أن يتمكن أي أحد من تذوقها ووضعها في غرف الطعام مسدس القفاس اختراع آخر من المخابرات السوفيتية خلال الحرب الباردة حيث يمكن هذا الاختراع صاحبه من إطلاق النار بمجرد تحريك الأصبع وإيجاد مجال خالي قبل إطلاق الرصاصة القاتلة السجار مسموم في السادس عشر من أغسطس عام 1960 تم تسليم أحد الضباط المخابرات الأمريكية صندوقا يحتوي على السجار الرئيس الكوبي فيد للكاستر المفضل كان يحتوي الصندوق على تعليمات تحذر من وجود سم داخل هذه السجار حيث تبين أنه يحتوي على سم خطير وقيل أنه قاتل درجة أنه يمكن أن يقتل شخص بمجرد إشعال السجار ولكننا لا نعلم ما إن كان هذا السجار قد وصل إلى كاستر مسدس هذا سبب بنوبة قلبية من طرف المخابرات المركزية الأمريكية في منتصف السبعينات من قرن الماضي كشف عن سلاح جديد طورته مخابرات المركزية الأمريكية هذا السلاح هو عبارة عن مسدس قادر على تسبب أزمة قلبية للضحية حيث يطلق هذا مسدس سهم بإمكانه اختراق الملابس ويترق علامة حمراء صغيرة على جل تشبه لطغة البعض هذا السهم مزود بسم من قاتل ويتسبب وفاة الضحية بحيث تبدو وكأنها توفيت لأسباب طبيعية عند تشريح الجثة لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك منا كل جديد مع السلامة